مرحبا حضراتكم مرة تانية في أولى حلقات برنامج تصفيات كأس الأمم الأفريقية 20-25 البرنامج اللي إن شاء الله حيكون مستمر مع حضراتكم من اليوم وحتى نهاية فترة التوقف الدولي ونهاية مباراتي منتخب مصر في أولى مشواري في التصفيات سواء مع مبارات أو منتخب كاففيردي يوم الجمعة الجاية أو يوم التالت إن شاء الله مبارات بوتسوانا وبما أننا بنتكلم بقى عن كاففيردي وعن بوتسوانا فخليننا برضو نستعرض مع حضراتكم أخبار مجموعة منتخب مصر المجموعة الثالثة معنا فيها طبعا كاففيردي وموريتانيا وبوتسوانا أول مباراة هي أكيد أصعب مباراة مش بس لإنك ضربة البداية دائما بتكون مهمة لكن لإنك بتلاعب منافس أثبت أو ثبت أقدامه خلال الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا وصل ربع نهاية كاس الأمم الأفريقية كان مريح عدد من اللاعبين لو تتذكروا قبل مباراته مع منتخب مصر لما كان ضمن التأهل في كاس الأمم الأفريقية في مجموعة مصر ومع ذلك نجح في إحراج الفرعنة وتعادل مع منتخبنا اتنين اتنين وكمل مشواره في البطولة لحد ما خرج بركلات الترجيح في دور الثمانية كبيرد أصبح قوة لا يستهان بها أو الرأس الأخضر في المنتخبات الأفريقية اللي طبعا خريطة الكورة الأفريقية بشكل كامل اتغيرت خلال السنوات الماضية منتخب كبيرد وصل إلى مصر بالأمس وبيواصل استعداداته لمواجهة منتخبنا في التصفيات مبارات طبعا لا تتلعب زي ما حررتكم عارفين يوم الجمعة الجاية على استاد القاهرة في تمام العشرة مساء المنتخب الرأس الأخضر كان حريص أنه هو يتم تجميع اللعبين مبكرا عشان يكون متواجد 1 سبتمبر في القاهرة وبالفعل بدأ معسكره في منتجع الأسيوتي سبورت بداية من اليوم كان النهاردة أولى التدريبات ومن المقرر كمان أنه يخوض مرانه الثاني غدا ويكون مران مفتوح لوسائل الإعلام أما المدير الفني لمنتخب كبيرد اللي حقق معهم إنجاز بالتأكيد في الكاس الأمم الأخيرة بيدرو بوبيستا هيعقد متمر الصحفي يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة طبعا للحديث عن المباراة قيمة كابفيرد مدججة باللاعبين المحترفين بالمناسبة عدد اللاعبين المحترفين في كابفيرد كتير جدا وعندهم الرغبة وعندهم الحماس إنهم يكونوا متواجدين في كاس الأمم الأفريقية هي مهمة تبدو سهلة إلى حد كبير بواقع الخبرات لمصر ولكابفيرد لكن في نفس الوقت ممكن تكون المنافسة على الصدارة ما بين المنتخبين إن شاء الله الصدارة تكون لمنتخبنا ترجمة نانسي قنقر